ينضم إلينا حازم كمال مراسل القاهرة الإخبارية من مطار العريش الدولي أهلا بك حازم نزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة ما هي النقاط التي ستتوقف عندها سيجرد كاغ ما هي المهمة الأساسية من زيارتها للعريش وربما لرفح أيضا نعم بعد التحية منذ دقائق معدودة وصلت الطائرة التي تحمل سيجرد كاغ المنصق رفيع المستوى الأممي الخاص بالشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة أرض مطار العريش هي الآن في لقاء ثنائي مع محافظ شمال سيناء السيد المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة بعد هذه إجراءات الضيافة سوف تتوجه بعدها إلى المخازن اللوجستية التابعة لجمعية الهلال الأحمر المصرية بصحبة مدير مكتبها التنفيذي الدكتور رامي الناظر سوف تستمع هناك إلى شرح تفصيلي حول الدور المصرية وتحديدا دور جمعية الهلال الأحمر المصرية في تجميع المساعدات الإنسانية سواء من المنظمات الدولية والأممية أو من الدول العالم التي قاربت على 35 دولة أرسلت مساعداتها الغزائية إلى مصر عبر يمكن مناء العريش البحري والجوي العدد الكبير من المتطوعين من قبل الهلال الأحمر المصري الذين قاموا بجهد كبير في تجميع وتفنيد وتصنيف كل هذه المساعدات ومن ثم إرسالها عبر الشاحنات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري هي الآن في جولة تفقدية في مخازن مطار العريش الدولي قبل أن تنتقل إلى المخازن اللوجستية المهمة الأساسية التي جاءت بها سيجرد كاغ إلى المنطقة وهي أول زيارة لها إلى منطقة الشرق الأوسط بعد هذه المهمة والمنصب الجديد أساسها هي تسريع وتسهيل وإنفاذ وتدقيق المساعدات الإغاثية التي تدخل إلى قطاع غزة ورؤية على الأرض المعوقات والعراقيل التي توضع من قبل الجانب الآخر لإعاقة كل هذه المساعدات التي تتراكم بالأطنان سواء في المخازن اللوجستية في مدينة العريش أو في رفح أو حتى على الطريق المؤدي من مدينة العريش إلى مدينة رفح المصرية هناك آلاف الشاحنات وهو ما سوف ترى كاغ عند سفرها أو وصولها إلى ميناء رفح البري سوف تجد آلاف الشاحنات المترصة على جانبي الطريق تحمل آلاف الأطنان كل هذه الشاحنات هي على أتم الاستعداد لدخول الجانب الفلسطيني لولا إجراءات الإعاقة والعراقيل التي دائما ما يضعها الجانب الإسرائيلي كانت قالت منذ يوم أو عدة أيام قالت إن مهمتها الأساسية هي إيجاد آلية لتسريع وإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى الجانب الفلسطيني وتحديدا إلى قطاع غزة كذلك إيجاد آلية لإيقاف الدائم لإطلاق النيران والعمليات العدائية كذلك هي قالت في قطاع غزة وإنشاء ممرات آمنة لنفاذ كل هذه المساعدات والسماح للجهات الأممية والإغاثية والخدمات الأساسية كالخدمات الصحية بالعمل في أوقات الحرب وأنها يجب أبدا أن لا تتأثر كل هذه الخدمات أثناء الحروب كحق إنساني أصيل خصوصا للشعب أو للمواطنين المدنيين الذين سقط منهم تبقى لحديثها حتى الآن جل الأعداد من الجرحة والمصابين أو من القتلى والشهداء كذلك سيجرد كارغ قالت إن مهمتها الأساسية تتضمن إيجاد حلول للقضايا غير القابلة للحلها كذا قالت نعم نعم إذن حازم هذه الزيارة مهمة وقد سبقتها العديد من الزيارات لوزراء ووزراء خارجية وأيضا مسؤولين أمميين لمطار العريش وأيضا لمعبر رفح ورأوا بأعينهم تكدس هذه الشحنات التي تتحدث عنها تمتد من العريش على بعد 60 كم إلى مدينة رفح في شمال المحافظة ما المختلف في هذه الزيارة عن الزيارات السابقة كيف يمكن لإجراءات كاغ أن تسهل من دخول المساعدات الإنسانية التي يعرقلها الجانب الإسرائيلي ويمنع دخول مواد بعينها ولا يسمح إلا بأعداد محدودة بأن تدخل إلى مخازن الهلال الأحمر الفلسطيني سواء في معبر رفح أو حتى في معبر كرم أبو سالم من الجانب الفلسطيني بالطبع نعم الجديد هو القرار الأممية قرار مجلس الأمن رقم 2720 والذي يخول ويعطي الصلاحية الكاملة لكاغ بالقدوم إلى هنا وبشخصها سوف تجد آلية لذلك هناك ضغط من المجتمع الدولي هذه المرة كل المبعوثين الأمميين السابقين وكان منذ أيام فيليب لازاريني المفاوض العامل وكالة الأنر والغاوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين دخل إلى قطاع غزة لرؤية الأوضاع على الأرض أما سيجرد هذه المرة فلها صلاحية دولية ومعها دعم دولي وهناك تفويض أممي ودولي ومن ثم هناك ضغط من قبل زيارة كاغ على الجانب الإسرائيلي وخاصة أنها جاءت إلى هنا تحديدا لرؤية العراقيل التي يضعها الجانب الآخر أو للتأكد من هذه العراقيل ومن ثم سيجرد سوف تطلع إجمالا على كل حجم المساعدات الموجود في المخازن اللوجستية في شمال سيناء سواء بالعريش أو برفح سوف تطلع على تسهيل الإجراءات من قبل الجانب المصري وكيف أن معبر رفح منذ اليوم الأول من الأزمة ولم تغلق بوابته ساعة من ليل أو نهار وهناك تسريع في الإجراءات من الجانب المصري ولكن يمكن أهم العراقيل التي يضعها الجانب الآخر هي دخول سيارات وشاحنات الإغاثة المحملة بكل أنواع المساعدات الإغاثية ولكن يتعمد الجانب الإسرائيلي دخول هذه المساعدات تفتيشها في معبر العوجة هذا المعبر يبعد مسافة تقارب خمسين كيلومتر عن معبر رفح زهابا وإيابا أي مئة كيلومتر إضافة إلى انتظار هذه الشاحنات لأوقات تتخطى خمسة عشر ساعة وربما يوم أو يومين للتفتيش وكذلك تعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلية جل هذه المساعدات أو كثير من بعض صنوف هذه المساعدات على سبيل المثال أدوية التخدير التي تجرى وتستخدم في إجراء العمليات الجراحية داخل قطاع غزة هناك عمليات بتر للأيدي والأقدام تجرى دون استخدام المخدر أو البنج فبالتالي سجرد كاغ سوف ترى كل هذه الأوضاع على الأرض من بعدها سوف تشكل آلية لسرعة وتسهيل وإنفاذ ومراقبة كل هذه المساعدات وسرعة نفاذها وإدخالها إلى قطاع غزة وأيضا زيادة وطيرة دخول هذه المساعدات خاصة وأن رئيس أو المسؤول عن منظمة الهلال الأحمر في شمال سيناء كان منذ عدة أيام بصحبتنا في معبر رفح البري وقال إن هناك ما يقارب 500 شاحنة جاهزة على مدار اللحظة والساعة لدخول إلى الجانب الفلسطيني ولكن لو لا إجراءات وتعنتات وضعها وعراقيل الجانب الإسرائيلي لا دخل أكثر من 500 شاحنة في اليوم والدولة المصرية وجهدها منذ بدء الأزمة وحتى الآن كل العالم يراه صوتا وصورة على الهواء مباشرة كما ذكرت أنت الآن آلاف الشاحنات مكدسة على جانبي الطريق من مدينة رفح وحتى مدينة العريش إضافة إلى المخازن المعبئة والموجود بها كم كبير من المساعدات الإغاثية من كل صنوفها وأشكالها ربما وصول سيجريت كاغ حازم يرافقه أيضا وصول المساعدات الإنسانية من دول مختلفة إلى مطار العريش الدولي وأيضا سواء هذه الأتيتات من خارج مصر أو حتى من الجمعيات أو التحالف الوطني للعمل الأهلي حجم هذه المساعدات هل هو بنفس الوتيرة التي كانت منذ بداية هذه الحرب على قطاع غزة هل هي مستمرة بنفس هذه الوتيرة هل هناك استمرار لتكدس هل هناك وضع لحدود عدد الشاحنات التي تدخل من أو يتم سمح لها من الجانب الإسرائيلي للدخول إلى قطاع غزة ليس فقط حول المساعدات الإنسانية والإغاثية وإنما نتحدث عن الوقود أيضا كذلك حازم نعم بداية حجم المساعدات الإغاثية التي تأتي من 35 دولة حول العالم ومنظماته الإغاثية والأممية وكذلك المساعدات التي تأتي من الداخل المصري داخل الدولة المصرية وتحديدا منظمات المجتمع المدني بالمناسبة تشكل نسبة المساعدات المصرية من إجمالية المساعدات التي جاءت من كل دول العالم ومنظماته المعنية مجتمعة ثلثي المساعدات أي أن مصر بحدها ساهمت بثلثي المساعدات التي قدمها كل العالم بالطبع وطيرة دخول المساعدات إلى قطاع غزة تراجعت نسبيا كل يوم تدخل من 100 إلى 150 شاحنة إلى قطاع غزة بالطبع شاحنات الوقود هي النسبة الأقل وهذه هي العراقيل التي جاءت من أجلها تحديدا زميلي سجر تيكاغ إلى منطقة الشرق الأوسط لحل هذه المعضلة وهذه هي المعضلة الأساسية هي دخول المساعدات بالنسبة لا تفي أبدا احتياجات قطاع غزة قطاع غزة كان في الأيام العادية يستقبل من 500 إلى 700 شاحنة في الأوضاع العادية سكان غزة لديهم المأوى والماء والغزاء والحد الأدنى من ذلك في الأيام العادية أبلك في هذه الأيام هم بلا مأوى بلا غزاء بلا ماء بلا دواء ومن ثم فزيادة وطيرة دخول المساعدات هي المهمة الأساسية التي جاءت من أجلها كاغ إلى منطقة الشرق الأوسط والجانب المصري التزم بتسهيل جميع الأمور أمام المنصقة الأممية للقيام بمهمها وأيضا دعا الجانب الإسرائيلي بتسهيل وعدم إعاقة عمل كبيرة منصق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية إذن حازم سنتابع معك ما يخرج من تصريحات من سجرة كاغ وأيضا تفاصيل هذه الزيارة سواء إلى مطار العريش الدولي أو حتى إلى معبر رفح وأيضا رؤية تكدس كبير لشحنات الإغاثة ومدى العرقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي أمام دخول هذه الشحنات إلى قطاع إغازة شكرا شكرا جزيلا حازم كمال مراسل القهر الإخبارية كنت معنا من مطار العريش